السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سادتي الأفضل مشاهدي أطليع الفضايا وهذه حلقة جديدة من برنامج أثر ضيفي في هذه الحلقة جنب الشيخ نور الساعدة حياكم الله جنب الشيخ وأهلا وسهلا بكم في أثر حياك الله سادة رضايا تحية لك لكادركم للقناة المحترمة قناة الطليعة أهلا وسهلا بك حياكم الله شنال تحب الصفة اللي نطلقها على جنب الشيخ نور الساعدة رجل دين الباحث الإسلامي بواحدة الاجتماعي المدافع عن حقوق الرجل يعني أنا أقول أو أي صفة أنا أقول الإنسان يعني يولد بإسم أما أن يطلق صفة على نفسه أنا أشوف يعني مو من اللائق هنا الصفات تطلق أو تكتسب من الناس لذلك أنا أدعي لطلق الصفات عليه عن نفسي يعني أنا ما أطلق صفة على نفسي هذا مو أشوف منه وين شي قدر أسوي هذا استحقيت صفة من الصفات على أفول نجم الشيخ نور الساعدة في الأسبوعين الأخيرين خصوصا في طرح قضية تعديل قانون الأحوال الشخصية شفناك هوايا على الفضائيات والفترة الأخيرة كنت مدافع شرس واني يكون بداية البرنامج المفروض ما نبديها سياسية ودخص هذا الموضوع مو سياسي اجتماعي هو بجنب السياسي لكن لماذا الشيخ نور الساعدة هو المتصدي في الإعلام لهذا الموضوع يعني أنا أكون الوحيد خب هذا مو لست الوحيد واحد من الأكثر أكثر خب جزاك الله خير إذا كنت كذلك لكن أنا ما تحدثت به من الجنب السياسي يعبدن يعني دائما أثبت أنني يعني أعشق السياسة وحب السياسة لكني لا أمارسها لوجود تداعيات أخرى يعني قد تضر برجل الدين إذا مارس السياسة أما لماذا لأنه أنا أرى أن بيان الأحكام الشرعية وظيفة الرجل المهمم أن يفهم شيء منها أو تسوق هو هذا ما يعني حقيقة علمني أن أسوق كمدافع عن جانب دون جانب آخر أبدا أنا أطرح الشريعة كما هي وكما وصلتني من أهل البيت ومن العلماء الموضوع كان يتحدث عن قضية فيها نوع من عدم العدالة باعتبار أن القانون الوضع حاليا يعني يظلم المرأة في أماكن كثيرة ويظلم الرجل في أماكن كثيرة لذلك خب أنا ما ذهبت مثلا إلى قناة وطلقت الباب يعني هو عبارة عن اتصالات من الأخوة جزاهم الله ألف خير إذا كانوا يعتقدون أنني أستطيع الحديث بهذا الموضوع فأنا أشكرهم جزيلا أنت استطعت وجدت ودليل السوشال ميديا عبارة عن مقاطع الشيخ نور السعدي الأخيرة وأنت تدافع عن القانون وعن الفكرة ربما يعني عن الشرع لا نعم عن الشرع يعني أن يكون الشرع متمثلا في حياة الناس كقانون انفهم خطأ هذا التشريع يعني هسأ ما أدري باعتبار أنت اليوم قلت بعض يعني الناس يمدحون لكن الذن موجود أيضا لذلك لا ينالوا المديح إلا بذن يعني ما ماكو قضية مطلقة يعني ماكو رضا مطلق من الناس خب هذا ما موجود وبنفس الوقت أنا مثلا أعتذر لكل إنسان أسأته إليه بغير قصد يعني أنا مستحيل أو أن أكون قد تعمدت الإساءة أو نقل شيء غير واضح أو غير واقع أبدا إذا فهم فأنا أعتذر عن سؤال فهم لأن الجزء بياني ما كان صحيح في بعض الأحيان يكون هناك كلمة ربما زائدة لأن الإنسان في موضع الانفعال لا يضبط مخارج حروفة رصدت أكون أسمع ترضين عليك يعني يعني أنا اتهمت ب أقضع الشتائم يعني قمة ما يمكن أن يكتب كشتيمة لكن ما طيب نفسي حقيقة بهذه الشتيمة اللي مثلا اليوم مصلتني كمنشور متكامل مملوء بكل أنواع الكلمات النابية أنه قد ساواني مع السيد السستاني فأنا أقبل أن أتساوى مع المرجع الكبير آية الله العظمى السيد السستاني في الشر وفي الخير يعني إذا مدح في مكان ومدحت فيه أنا أقبل وسام وفي المقابل أقبل أن أشتم إذا شتم بنفس الشتيمة وفي مكان واحد هذا يطيب قلبي لأنه هذا رجل مع الحق فاليوم بقدر ما يعني الموضوع تدري بي تدري هذا الموضوع مثلا يطلع علي أطفالي تطلع علي زوجتي وهذا بي كلمات نابي ما هيأثر عليك يعني مثلا أنا شوفه يأثر على غيري أكثر يعني القريبين أكثر أما أنا لا والله لا والله ما يحرك شعره من هذا لا والله جميل نعم وتم التطرق إليه كثيرا لأنه فيه أبعاد سياسية فيه ضغوطات سياسية جيد فيه مجال كبير لضرب الدين والاستهزاء من الدين يستغله العلمانيون والملحدون وكان فرصة للانتقاص من رجال الدين ومن الحوزة ومن العلماء نعم كان بيسهداف فرصة نعم فرصة كبيرة لأنه قانون يخص الحالة الدينية لذلك استغل نعم أكون نماذج بدول العالم مثل ما مطروح بقانون عن المذاهب قانون جعفري مثلا دولة الكويت أنا أعتقد بها طبعا كويت البحرين نعم قانون جعفري نعم لبنان شنو الضيرة هذا صار عندنا وهذا سؤال وهذا كان سؤال يعني في أغلب الحوارات باعتبار أن حضرة ورشات على مستوى أعضاء البرلمان وعلى مستوى القضاة يعني على مستوى قانوني ومستوى تشريعي يعني مو قضية إعلامية جيد ورأيت أن الموضوع بالنسبة القانون العراقي القانون العراقي يحتوي يعني لحوال الشخصية 94 مادة في حين أقل قانون بالجوار يحتوي 300 مادة أها وبما معناه أنه هو قانون مختصر جدا ولا يلبي كل اهتياجات وسمعت كلمات من القانونيين ربما يعني غير مخول بأن أنقلها تشير إلى مواطن الخلل الخلل اعتبار أنه التطبيقي يعني القاضي من يطبق عند مواطن خلل نعم وشار أمام الملئ أنه الخطأ هنا والخطأ هنا وهم يسمون الشيء الأعوار يسموه عوار يسموه راح يتم التصويت على هذا القانون هاي قضية بعد يعني برأيك ما أعرف لأن هاي قضية تخضع إلى موازنات توازنات عفوان تخضع إلى مثل ربما لا سمح الله إلى مساومات ربما تخضع إلى ضغوطات خارجية داخلية يعني أنا بالنسبة إليه سواء صوت عليه أو لم يصوت عليه هو بالشرع باقي وانا تحدثت دعوة من أي فضائية تجيك مستقبلا يعني حول النقاش حول هذا الموضوع يعني لو كتفيت لا لا أنا عانيت مثلا أنه البعض يستدعيك ويكتب منشيت للحلقة يعني عدائي جدا يعني أنت ما تشوف الموضوع ولا في بعض الأحيان ما تعلم الضيوف ردك على الأخ عدنان الطائي صار ترند يعني هاي سخوب أنا لأن يعني أنا بالستوديو خوب ما كان هدفي أن هذا يكون أو ما كان هدفي مثلا أن يصير موضع الشهرة لا لا أبدا هو أنا أخو ما أدري بي يعني يصير بعدين ما أعلم لكنه كان الجواب أنه السيد المقدم استعرض أشياء حقيقة ونسبها وهذا شيء مؤلم كان بالنسبة إليه جدا يعني أنا كان يتكلم وأنا أسمع بألم أن هذا ينسب ويحاول أن يمرر وكأنه من المسلمات يعني فلهذا كان يعني سؤالي بكل صراحة إنه هذا الموضوع ما يجي يعني لا يجوز أن ينسب وسألت عن المستند سبحان الله كان أكو مثلا تفاعل من الناس هذا يدل اندل على وعي لأن الناس إذا تفاعلت معه هذا يعني إحنا ما يصير نتهم الشعب بعدم الوعي لنا أصلا تهموك أنت عدو المنظمات النسوية وذلك يتحرض على النساء يعني أي شي يشوه الفطرة أنا عدوة لأنه اليوم إحنا من نشوف بعد تصرفات أخواتنا وبناتنا وأمهاتنا من النساء لا ينم إلى الفطرة وبنوع من التزمت مما يلوث طبيعة المرأة طبعا أنا ضده جيد خلين نغادر سواء كان في المرأة أو سواء كان في تصرفات خلين نغادر موضوع قانون الأحوال الشخصية وأخذ حيز من المقدمة خلي نرجع بس من الشارع بداية كل حلقة أنا متعود أسأل الضيف عن البطاقة الشخصية فريد نعرف البطاقة الشخصية للشيخ نور السعدي أنا اسمي نور والدي الشيخ عبد الكريم أنا أموكرم وجدني الشيخ علي وجده أبي الشيخ خلف أنا أموكرم هذا الشيخ خلف مدفون في ضريح الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام والسلام والله في باب القبلة لذلك أنا أول ما أدخل أسلم على أمير المؤمنين وأسلم على جده جدي المتفون في هذه البقعة الطيبة الطاهرة ولدته في سنة 1976 تحديدا شهر العاشر في جامع الرسول الأعظم في منطقة الشعلة ماشاء الله وهذا طبعا بعد تأسيسها بتقريبا وفماعة السنة يعني هي لا تزال كانت عبارة عن طرق ترابية ومنطقة كانت يعني صح تعتبر من أطراف بغداد وكانت جامع أيضا جامع بسيط عبارة عن غرفة كبيرة وبمكتبة للوالد يعني هاي أطياف عمري اللي أتذكرها وأنا صغير باعتبار أنا بالاثنين والثمانين سجلت بالأول ابتداعي في مدرسة كانت تسمى الأهواز أهواز حاليا تسمى عدادية الشيماء للبنات موجودة حاليا يعني هاي كانت الأهواز ابتداعي نعم في صف الثالث ابتداعي يعني تقريبا يعني قبل أن ننتقل من عدها يعني من الأهواز باعتبار حولوها إلى غير مدرسة والدونة للقسطة في سنة تحديدا يعني الف وتسعمية وتلاثة وثمانين تلاثة وثمانين تلاثة وثمانين كان حدث يعني علق في ذهني عمري كله وهو وغير حياتي أيضا كلها وجعلني يعني إنسان لا يذهب إلى له كثيرا اللي هو اعتقال الوالد من قبل سلطات حزب البعث سنة الف وتسعمية وتلاثة وثمانين طبعا هذا المشهد أنا أتمنى أنه يعني يكون بسيناريو عد كل إنسان يشاهدني يعني اليوم إحنا أطفال يعني أنا أكبر واحد عمري أنا أكبر واحد بالثلاثة وثمانين عمري تقريبا سبع سنوات أول ابتدائي يعني بلا والابتدائي فيجونا بالليل قول الباب قالوا الوالد محتاجينه بعقد قران هاي الصورة ايد والد طبعا موالد خمسين يعني في عز شبابه يعني كان بالثلاثينات من عمره وإنسان يعني في عز شبابه وإنسان كان رحمه الله يلبس بأناقة كبيرة جدا يعني يلبس جبه أنا أتذكر أنه أصدقاء المعممين يجوني لفيلم الأمام فهو موضع يعني هو من النوع من أنواع الخطباء النادرين يعني يملك صوت ونظر عجيبة ويعني فرد يعني يرفض شعر كثير الله يرحمه برحمته رحمة الله على والدك فاعتقله في مشهد يعني بالتسعة بالليل تقريبا احنا صغار يعني أنا موجود وعندي اثنين أخوة أصغر مندي والوالدة هو الوالدة يعني احنا تقريبا أربع نفرات وصغار فبالليل ساعة بالتسعة أخذوا الوالد إنه عقد رجع واحد دق الباب الوالدة أذكر احنا طبعا نتدر أن ننتظر الوالد يجيب كذا وثمانينات القرين وحروب دق الباب قالها الشيخ ما يرجع فالمشهد اللي في بالي الله يحفظ الوالدة ويطيه الصحة وعافية الله يطيه العافية إن شاء الله المشهد اللي في بالي يعني اخدودها يجرى ندم يعني تعلمت جدا عرفت إنه اعتقلوه يعني اعتقلوه وتدري بالثمانينات وقضية يعني منه يرجع بالثمانينات فأذكر هذا المشهد تدري أنت لا حد يدقي الباب علينا ولا حد يجيب إني أكل ولا إحنا عندنا مصرف ولا ف يعني فرد موضوع بقى في مخيلتي هذا ما يتنسى أربعة شهر احنا ما ندري الوالد وين اللي أنا جاء وقالوا يا أبا موجود بالشعبة الخامسة هاي اللي في الكاظمية بالكاظمية وأخذونا نزوره احنا أطفال طببونا هنا شون شان التهمة مالتو انتماعي حزب الدعوة والهروب من الجيش يعني هو كان انتماعي حزب الدعوة لا أنا كان هو عندي عمي معدوم عمي كان نعم عمت عمي شيخ عبد المنعم الشيخ جعفر الشيخ خلف هذا يعني من سكنة النجف تحية لعائلته شيخ الشهيد هذا ما أخذ عمتي أيضا يعني هو من الجهتين يعني ابن عم والدي وكان مع الوالد في نفس الدراسة يعني هم طلبة سوية في النجف وتقل الشيخ حبد المنعم أيضا وهذه الفترة وعدم سنة الشيخ نور الشيخ نور يعني هاي الفترة مظلمة جدا في بداية حياتنا شيخ نور كل لقاءاتك أنت أنت المسيطر على الحوار لكن ناسا ما تحدثت على الوالد كأنما هتزى كيانك أو كأنما خنقتك العبرة طبعا أنا ما يمكن يعني يعني شغل لك سنوات أنا أبكي على الوالد الله يرحم لأنه يعني كان شخصية عظيمة هو نطاق الأثر نعم مؤلف إنسان يعني يعني أجهز اللسان عن وصفه الله يرحم الحمد لله شكر الله الحمد لله هاي الصورة دائما ما تروح عن بالك طبعا تدري اليوم حيات ومحطات محطات أكيد ويمكن هاي محطة ببداية العمر كلش مؤلمة مؤلمة وخصون إذا أنت تشبير يعني تشوف المواقف يمكن بالثمانينات ما يمكن تصورها إلا إذا الإنسان عاشها لأنه بالثمانينات ممكن المعمم مجرد ملابسة يعني مجرد زي ينسب إلى حزب الدعوة خلص تحت أنت إذا صلي يمكن بالحسينية والجامعة زين إحنا عدنا جامعة نعم إحنا عايشين بجامعة أصلا يعني والموضوع ما ممكن أن نسلخ منه يعني جامعة إحنا بانينة جدنا بانية وإحنا مولودين به يعني ما ممكن مثلا أن رغم ذلك إحنا فيما بعد بالتسعينات تركنا كل شيء يعني بعنا عدنا بيتين وتوجهنا إلى مدينة سبع البور في سبيل الهرب من نظام البعث النظامي والضغو يالسنة بعد شفت الوالد يعني بعد أربعة أشهر تقريبا أو ستة أشهر تم الأفراج عنا بس شنو تم الأفراج عن الوالد تذكر اللحظة يعني أنا أتذكر من إجي إجي طبعا هزيل البنية جدا و معذ بينا ورجع أو نعم يعني بعد تدري أنت داخل أنت داخل شعبة خامسة يعني هذا مبحث التعذيب والألم النفسي خب هذا ما يعني يعني متحصيل حاصل عند البعثيين لا بالعكس بالعكس تحطيم النفسية يعني هو كان يروينا أشياء سأل الله أن تبقى بينها وبين الله لأن أشياء مؤلمة جدا يعني وهو رجل دين وإنسان كان مرهف الحس وشاعر فتقريبا قضوا على حياته كله يعني قضوا على اليوم هو خطيب معروف وهو إنسان معروف وجدة يعني كان معروف شخصيا معروف يعني دمروا معنويا بعد ذلك طبعا سببولا استدعاء أسبوعي أو استدعاء شهري يعني خلوا حياتنا عبارة عن ارتباط بالأمن ومديرية الأمن وكل حياتنا يعني استدعاءات كثيرة كانت تجي ما تعرضت أنت شيخ نور للاعتقال أنا شخصيا تعرضت للاعتقال بسنة الألفين أيضا مع مشكلة مع أحد البعثيين وين بسبع البور أها الشي اللي طلعني إنه هما أنا كنت عسكري في وقتها يعني بالجيش وما عد العسكري ما كان ينسجن بالمدني ولا هما أخذوني ذبوني الفرقة الحزبية اللي بسبع البور أخذوني وكذا سووا لهم مطاردة بالشارع يعني جمي فملاحقة واخذوني النوبل بالاعتقال لكن اللي أنقذني أنه أنه أنا عسكري فطلقوا صراح وتابعون النوب وين بالوحدة العسكرية الوحدة العسكرية اعتقلتني داخل أنا كنت داوم بالقوة الجوية هم همها إلهفة قصة يعني شو وهي القوة الجوية إنه القوة الجوية اللي داوم بها كان أفضل من المشات أفضل لكن أنا شنو اللي تصوروا مركز تدريب اسمه نور فتصوروا هذا النور ابنية فإجي قبولي مع ناس كلهم أبناء قادة وأبناء فأنا رحت على أساس أول سؤال سيلوني بمديرية القوة الجوية إنه أنت منه جابك هناك شو روق أنت عمك معدوم فسبب لي هذا النقل كابوس أنه أنه كنت أستدعى إلى منظومة الأمن مع القوة الجوية وأتنزل من القدر والقوة وهذا الخادمين بتجيش عرفوه يعني أنا ما موجود بالتعداد لا بالقوة ولا بالقدر ولا نازل يعني ما يكون مختفي ويسلموني للمنظومة ما الأمن مع القوة الجوية تحققوا إياي عدة أيام وبعدين يرجعوني طبعا تدري تحقيقات منظومة الأمن بالقوة الجوية تحقيقات يعني مو من البشر مو ناس بشر يعني مو ناس مثلا تتعامل إياهم كأناس بسطاء أو ممكن يعني أنا مثلا وحدة منها أنا أنا مرة بوعت على الساعة يسلميني هذا كلفني هواي يعني هذا أنه أنت تبع على ساعتك هواي كلفني أنه أنت أخرناك مولاي أخرناك أنا على مواعيدك وأخرناك على شغلك تبع على الساعة يمنى بالتحقيق ما للمنظومة وأنا شننتوني طاب لينتدر انتذني خوب كلين يأخذونهن يعني هذا شجن قدر ما هو مؤلم قدر ما اليوم شاء الله أن يعرض على شاشة وشاء الله أن سبحان الله يحكى لنا سبحان الله قلبنا المواجهة للشيخ نور يعني حقيقة هذني أنا أذكرهن في مواقف معينة لكن الحمد لله شكرا نور الله الله نور السماوات والأرض نور من أختار اسم هذا النور يعني قلت لك الوالد يعني نحن عادة عندي أصدقاء باسم نور يعني بس أيام المدرسة خصوصا بالابتدائية ما دائما ما يتعرضون إلى التنمر يعني أنا أخوه بتعرضت بحياتي للتنمر كثيرا جدا يعني وسطت مرحلة أنه ألوم نفسي يعني شلون في حين الوالد كان يعني تدري كل أب كل أب إلى فلسفة من تسمية أولاده يعني خلفت حرف سجع لذلك إحنا داخل البيت يعني عدنا هاي الأسماء المتشابهة فشي لطيف يعني إحنا بالبيت حرف الراء عدكم يعني السادق وبعنا تدري يعني ما مخول أنه أشير لهم لكنه تدري بعد اليوم مو كل الناس تحب شنو قصة اختيار الاسم يعني اليوم الوالد كان متأثر بقصة ألف ليلة وليلة أه ألف ليلة وليلة تحتوي على أسماء اللي هم الأمير نور والشه بندر منصور والسياف مسرور فأسماء أنا بالبيت تدور في هذا الفلك يعني والحمد لله كلهم اليوم أخوتنا يعني شيخ منصور اليوم دكتور ومسرور حياتنا لهم للعالم الكريم كم عدد الأولاد يعني نحن ستة أولاد وبنت واحدة أولاد الشيخ يعني عبد الكريم رحمة الله يا سنة توفى الشيخ عبد الكريم يعني هو عانى طول عمره من مشكلة الكلة هي عندها حصوب الكلة وسبب له يعني عدة عمليات في حياته رحمة الله وهي كانت سبب وفاته 2012 الله يرحمه ورحمته قبل تذكر آخر حوار بينك وبينا نعم شنو كان يعني هو بآخر أيامي يعني عمره 62 فقلت له ياابا قلت له أشوفك عندك يأس من الحياة خلي عندك أمل أنا أخي أعطب شي بداخل هو يفهمي إنه إذا ما صر عندك أمل تروح من الحياة فقل لي ما شفنا الحياة هو أي الحمد لله يعني عشنا عمر وهذا كافي فقلت له يعني آخر شي اللي يتذكر قبل لا تتصل بها الوالدة إنه استغفر الله خلينا لخدمك اسمحنا يعني فقال بعد إذا جاء عمر الله سبح في الزكر يعني سبح بالحمام وكذا وعجت مدد بفراشه بدون أن خدمه يوم واحد الله أو لحظة واحدة يعني بعد الله يرحمه شكرا لله الله يرحمه ورحمته هو صاحب الأثر بحياة نور السعدي أشهد ما بالله أنه أنا في حياتي يعني ما تفوقت على الوالد بأي شيء نهائيا لأنه إذا من حيث المطالعة فهو عنده مكتب عملاق جدا ويحفظ مئات الأبيات وعشرات القصص إيش قد ما أجيت أقترب من العلم اللي عنده بعتبر هو اليوم مؤلف وعنده كتب إيجيت أألف كتب ما قدرت أسوي لكتابين لحد الآن إيجيت مثلا إلى حيث الخطابة الخطابة إيش قد ما أحاول به أن أذكر مثلا المحاضرات اللي هو كان يلقيها باعتبار هو المناعة فأحنا صغار يعني طفل الذكر يقرأ المقتل بالجامع صاحب صوت جميل جدا فمن يقرأ المقتل يعني مئات الناس تعيش شجم شورة تتمنى عنده يعني أنا أحاول أنه أقل دفي كل شيء جميل أتمنى أتمنى أن أكون النسخة لكن هي هات هي هات الله يرحمه وبرحمة إحنا ما ردينا أثر عليك أو يعني نقلب المواجه أكثر خلي أرجع على حياة الشيخ نور الساعدي متزود ولديه يعني الحمد لله خير من الله هذا أدد أكثر من اللازم الله يحفظ يعني الحمد لله عندي أولاد أبو شنو وأنا أبو زهراء زهراء سلام الله على زهراء الله يحفظ الحمد لله يعني خريجة جامعة بغداد ما شاء الله وعلي الأكبر الله يحفظ الحمد لله ومحمد وعبد الله الحمد لله الله يحفظهم يعني رزقني الله سبحانه وتعالى بحيث أنا هم أذكر مرة للوالد قصة أنه أنا كنت أشكث يعني شظة في العيش يعني تدري تسعينات أو بداية الفينات أنا أتزوج فعندي بينما هو يعني راح للأدار الآخرة أولاد كبار تقريبا بعضهم يعني يذكرون فأنا أشكث شظة في العيش وكذا فقل لي أنت شعل الدنيا على راسك شم تسوي أنتم شم قدمين للبشرية شنو الله شنو عطائكم للبشرية شنو شعل الدنيا على راسك فحقيقة من أعظم الدروس اللي أذكرها دعما أنت الله طاك أولاد عيال والناس جاي تسوي عمليات صح أنت ما تشوف مثلا خير الله وين نصب يعني ناس قريبين جدا عليك يروحون يسوون عمليات ويسوون فشوف هاي وحدة من الدروس مثلا جميل جميل طريق الوالد أنه أنت ما تقيم الخير اللي عندك وترى النقص الذي عنده غيرك أم نور شلون الوالد من هاي الشخصيات ما كون يحكون عنها بالروايات هاي مساعدية مرة ساعدية نعم بتعلم الوالد هم تلبس شرغد وعمها موكدة نعم نعم تلبس شيلة ومرأة من هاي العمارشية اللي الأصيلة بعدها عن التشاة الصعفي هذا ماكو بعدها أنا عم واكرة وبلهجتها حقيقة بلسم حياتنا أنا عم واكرة أنا أسكن وياها بالمناسبة أنا أعيش عيدها يعني ساكن عيدها في بيتها الله يحفظ ولهذا إلى الآن يعني لهذا العمر أنا قاعد أتهى أدوالتي والحمد لله يعني أنا بقصروا وياها واي واي من السماء الأرض الله يحفظ هاي يعني في بعض الأحيان يجوز كم يوم ما أشوفها بسبب الالتزامات يعني يجوز يومين ثلاث مرات أكثر ما أشوفها من ما أشوفها هي تحسب بنقص لا هي مرأة أمية تسوي بصمات يوم ما وين همعدها فهذا مرأة رسالة عتب وجهتها لك اي طبعا تعتب ايه تعتب علي طبعا هي من تعتب علي احنا أنا تذر بعد هذا العمر الشاقة وياها وأقلها يوم أنا وجهالي وعيالي وكل اللي يدي فدوالك فدوال احنا هم نقللها فدوال وجودك فدوالأنفاسك فهما نقللها نقللها الحجية ومنور اللهم ربو شنو من مرأ اللي خلفت الشيخ الله يحبظك اللهم أنا يعني بالنسبة لوالدتي أنا أمي أنا بالنسبة لوالدتي أمي لأن أمرأ احنا صحيح تعلمنا نقرأ ونكتب بس ما عندنا هذه الثقافة اللي هي عشرة رجل مؤلف هم تمتلك صوت حلو نعم 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 هم تمتنع نعم سفرتي ووالدتي عبارة عن أن هي تلطم وأنا أبتشيلها وأنا أنعالها يعني نقعدون هاي القاعدة نعم أنا قلت لك يعني علاقتي بالوالدة يعني علاق قمتين تصل إلى أحد قلت لك الشاقة أو يعني هي تعرفني بعد وأعرفها الله يحفظ الله يحفظ مرات شوية تشكم من الآلام تدري العمر كبر تشكم من الآلام فهذا الشي سبب اللي هو يجوز علمنا الوحيد شنو اللي طيب خاطرها يعني إذا شافتنا منسجمين أولاته أه إذا لحظة عيد جينا كنا مثلا إذا مكان يعني التمينا وشافتنا نضحك أو كذا وعوائلنا ملتمة كل شي طيب خاطر شنو اللي طيب خاطرك أنت أنا اللي طيب خاطري أنه تقلي هي الله يوفق أنا راضي عليك أه ترتاح أصلا ما يهمني كل شي بعد بالدني أصلا ما عنده شي إذا كان عندك دائما من مر بحالة الهم والغم وهذا السواد اللي يصير دائما على الصدر وعلى القلب شنو الملجأ وين تروح وشي تسوي يعني إحنا تعلمنا إذا كلش كلش ضايقنا هننزور واحد من أهل البيت سلام الله وهذا يمكن يوم إحنا عندنا جائزة بالعراق ما عند غيرنا يعني إذا كانك تروح للنجاف روح إلى كربلاء تعال الله أوفقك احنا باعتبار جار الجوادين سلام الله على الأقل للكاظمين سلام الله اللي عندنا وياهم قصص عندنا وياهم قصص أهل البيت يعني نحن جربناهم أو نروح لسام مرة وأنا شخصيا ما نذرت شيئا إلى السيدة فاطمة المحصومة في قم ومعصار تجربة شخصية ما أدري أنقلها إلى غيري ماكو لا مستعصي أمام هذا الباب سلام الله على ملوتنا السلام سلام الله على كريمته للبيت شيخ نور موالي ستو سبعين شبابك الثمانينات يعني عصرت ربما الثورة الإسلامية الإيرانية ومد نجاحات ثورة الإمام الخميني ممكن فترة الحرب الإيرانية هي اللي ربما كانت أحد أسباب الحرب الإيرانية العراقية أنه خوف نظام البعث من ثورة الإمام الخميني وانتقالها إلى العراق شوف احنا في أشيرتنا المقربة يعني نقدر نقول الجد الواحد الجد الثانية والثالث عندنا ما لا يقل عن عشرة معدومين حزب دعوة حزب دعوة أنت ما صرت بحزب الدعوة؟ يعني أنا باعتبار إلى أن وصلت للسنة التسعين أنا عمره أربعة طعام السنة يعني بالتسعين عمره أربعة طعام السنة إي وإلا كان شرف عظيم في ذلك الوقت أن الإنسان ينتمي إلى هذا الحزب مع احترامنا لكل الآراء الحالية نحن نتحدث عن تلك الحقبة عندما كان كل الدين يعبر بهذه العناوين يعني الدين كله كان يعبر بأنه حزب دعوة أو المجلس الأعلى أو بعض وعليه اللي صار مثلا إحنا باعتبار إحنا كعائلة بأبونا معمم جدة فمثلا بيبيت يعني كانت عايشة في حياتنا يعني أم والوالد كانت أيضا جزء من حياتنا باعتبار إحنا نعيش في الجامعة وهي عدتها غرفة خاصة وكذا أمرأة سودانية أنا عمواترة يعني بنت شيخ بالسودان موالدها 1905 أمرأة يعني 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 تدرى عاشة الملكية وعاشة الجمهورية يعني عدتها التاريخ حافظتهم كل هن التاريخ كله فإحنا يجوز تعليمنا أو بعض الأمور التاريخية شنها الميكس اللطيف هذا سواعد وسودان سودان سودانية ولهذا أنا اليوم رابح كل السودان خوالك يمكن خوالي نعم خوالي بعد خوال أبوي خوال أبوي وماشي في السوداني إذا ما شعرت يعني السوداني قل لك إذا المشي ما بيها سيدي يمشون سوداني ولهذا إحنا اليوم السودان خصوصا عشرة السودان عدنا في مدينتنا بالشعلة خوالنا وجههم التحية التحيات وناس يعني طبعا خوالي ما شاء الله حقيقة يعني أنا منطقتنا يعني عاملوني هذه المعاملة معاملة الخال جميل يعني عاملوني معاملت ابن الأخت جميل ولهذا ما صارت قضية يمهم إلا مشت وما شفت وجوههم إلا استبشرت جميل وعليها هذا شوف جزء من حياتنا هاي البيبية الجدة السودانية اللي كانت بين السواعد وهذا الموضوع اللي يعني داخل بيت واحد سبب إني أنه إحنا اليوم من الريب نجي أن نتعامل عدنا هاي الطبيعة هاي الطبيعة التراكمية اللي هي مثلا تناقل الأشياء باعتبار هذا ما كل التداخلات تطهواي أبعاد جميل والحمد لله الحمد لله الحمد لله شيخنا دراستك الأكاديمية ما كملت يعني أنا أنا بعد أن كملت الدراسة التدائية انتقلنا بعدين للمتوسطة متوسطة يعني بالشعل أيضا في وقت يعني كانت أسماء بعثية تسمى الإعدادية طبعا بسبب ظروف العمل أنا كان معدل يروح للإعدادية الأكاديمية يعني الإعدادية الطبيعية لكن فضلت أنا أروح للصناعة المهنية حتى أعمل وفعلا أول ما تخرجت من المتوسطة بسنة التسعين أو تسعين سنة دخول العراق للكويت أنا كنت في إعدادية صناعة الشعلة ودومت بعدين اضطريت أن أترك الدراسة للعمل وفعلا عملت بالكاظمية شنو شتغلت أول شغل بحياتك أول شغل بحياتي سنة الستة وثمانين في سوق المنكوبين بالشعلة أعمال بسيطة يعني بالسوق أعمال طفل يعني نزل أشياء غرار يعني بعدين شن اللي يخلاك تنزل للسوق وشتغل يعني باعتبار تدري هاي السنوات يعني عقبة اعتقال الوالد ووضاعنا الاقتصادية صعبة جدا وانت شبير الوالد كان يتقن صنعة التصليح تصليح المسجلات الراديوات لكن لأنصافه في العمل وأنا أتمنى أنه تسأل الناس عن هذا الشيء لأخلاقه ما كان يحصل منه مورد يعني كانت القضية يعني يتعامل ويها بميزان أخلاقي فما يأخذ أجور آه ما يأخذ أجور أصلا في بعض الأحيان ولذلك حصل سمعة منقطعة النظير يعني والله أنا قاعد في مشكلة في يوم من الأيام أنا ما أدري كلام يروح كله على والدي الله يلحمه أنا قاعد في يوم من الأيام أما كان في مشكلة صارت مشكلة كبيرة وصلت إلى مسألة يعني القتل والدماء والله قالوا لأنت إذا تقول كلام هو حلفان غيرك يقسم أنت ذا قلت حلفان يعتبر ماكو داعي تقول والله هكذا كانوا مع العلم يعني الموضوع كان شعر شيخ عبد الكريم أنت أورثت الشعر تعلمت يعني أنا عندي لا 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 عندي محاولات لكنه ما نجيت خليتها بالميزان لا لا ما صارت لا 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 يعني فصيح له شعبي كان لا الوالد مثلا كان يكتب شعبي ويكتب فصيح أم حافظ الله يعني مثلا يعني مثلا هو كان في كل ولادة واحد من عندنا يكتب قصيدة أها يعني يا نور يا ابني يا ورد يا نور يا طير السعد يا نور من جد وجد فكتب فتقصيدة في مولد ابن الأكبر البكر نور نور العلمية وتختار هذا الطريق يعني أنا ما جبرني الوالد أبدا لا والله لكن أنا حاولت مثلا أنا ويا تبارا أنا أكثر من مرة يعني تدري هو يعني بعدين سألت بعد السقوط أنه يا ابا مثلا إحنا رحنا بالتسعينات للمدرسة اللي كان بيها الوالد اللي هي خلف الشيخ طوسي اللي روح حسه جامع الشيخ طوسي يأكو صفه مدرسة مدرسة هنا دراسة الوالد وكذلك بعدين منكمل يعني بسنة الخمسة وستين هذا الحج يفهم رحت بالتسعينات تدري وصلنا هناك وشفنا الأجواء اللي بالنجف تدري هذه القضية يعني منتصف التسعينات كانت قبل قضية السيد الشهيد سيد حمال صادق حمال صادق صدر أجواء اللي بالنجف كانت تدري يطلبون أوراق رسمية وكذا وكون الخدمة العسكرية ومدرسة فما ما قدرنا يعني يعني ما قدرت أنا مثلا أنا توفق لهذا الموضوع بعد ذلك قضية السيد الشهيد يعني مساهمتنا في قضية السيد الشهيد والتوجه إلى يعني الكوفة وجامع الكوفة والصلاة بجامع الكوفة انت صدري يعني 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 أنا في وقتها كنت من من يصلي بهذا المكان وكنت من ضمن هذه الهبة الكبيرة نعم يعني كانت في بداية يعني في بداية البلوح بداية الشباب نعم يعني بداية الشباب حضرت صلاة الجمعة دي السيد الشهيد نعم نعم تقريبا أنا أغلب الصلاوات حضرتها إذا مو بالكوفة نعم نفس جامع مسجد الكوفة تدري هاي كتانت قضية تكلفنا أموال وكاروة وكالشنو إذا مو بالكوفة بالكاظمية وإذا مو بالكاظمية رحت للبياء وإذا يعني بحي العامل صلاة وإذا مو جامع المحسن وإذا مو جامع المحسن صليت بالعبيدي وإذا مو بالعبيدي رجع للكارمي شاب عمرك قبل العشرين يمكنه وبداية العشرينات يعني أنا لا لا بالأربعة وتسعين أنا عمري 18 18 تقريبا 22 سنة تقريبا يعني تقريبا 22 سنة كان عمري في هذا الوقت ما شونتوا تخافون النظام البعث القسوة التعديل 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 يعني حقيقة نحن نذكر للسيد الشهيد هاي الجذوة يعني أنا قدس الله نفسه جيد طبعا بالنسبة للتقليد هذا بعد يبقى في داخلي أما أنا كنت جزء من هذا نعم يهمني هاي الفترة من سنة 92-93 اللي هي وفاة الإمام الخوي رحمة الله على روحه إلى حد استشهاد السيد الشهيد الصدر هاي الفترة يعني بداية تسعينة إلى هنا تسعينة صارت هاي أحداث بالنجاف الأشرف ربما أنت عاصرتها وعاصرتها للتأكيد منها مقتل السيد السبزواري أو يقال أن توفي السبزواري يقال أنه استشهد أو قتل أيضا تسنم السيد السيداني المرجعية مقتل المرجع الشيخ الغروي والسيد الشيخ البروجر وإلى اختيال السيد الشهيد الثاني هذي شلون كانت الفترة يعني مثلا في بداية رحيل السيد الخوي بـ 92 نحن أخوه كنا قلت لك يعني في بداية التكليف يعني أنا بتضبط بالواحد والتسعين أنا 15 سنة عمري يعني هو بداية التكليف الشرعي بتدري باعتبار احنا من عائلة يعني بيها الموضوعات هاي بديهية بديهية نعم يعني باعتبار احنا عندنا الكتب الفقهية كلها موجودة كتب يعني رغم الضغوطات لأن أنا أتذكر مثلا كيف أخفى الوالد أنا صغير يعني شلون نضم كتاب اقتصادنا وفلسفتنا وشلون نخلينا يعني بعلاقة وشون حفظنا لابعدنا حديقة مثلا بالجامع يعني هاي أطلال أتذكرها لأن الوالد كان ما يخاف ان احنا نشوف جي يعني ما يخاف انه احنا مثلا نهشي جي فكان يسوى اشياء قدامنا مثلا وعليه مثلا هذا كانت بداية تكليفنا يعني رحيل السيد الخوي كانت هي بدايات أنا بالنسبة لي كانت بداية تكليف الشري وبداية ورغم انه احنا يعني بالمسجد يعني الوالد انا ما انا ما اذكره بعمري ما انا ما طاب وياه مثلا للمسجد وعني قضية الصلاة وهاي الامور اعتبار احنا الجامع عندنا وبيتنا وبيتنا بباب على المسجد اما وضعية التكليف هذا بعد شأن آخر يعني بعد صارت القضية واجبة بهاي الفترة اللي بدايتنا رحل السيد الخوي فصارت تدري اكو انه السيد السبزواري سيد السبزواري اعتبار احنا في هاي الفترة بداية تكليف نخوف كل باقي على السيد الخوي اعتبار احنا عاصرنا لحدنا عليه في بداية حياتنا كتكليف شرعي اما الانتقال بعد ذلك تدري هاي صارت فترة شوية بها ضبابية الناس اللي موجودين ممكن انتقلوا للسيد السبزواري اما احنا الوالد كذا يعني وجودنا خوف باقي على مرجعية السيد الخوي رحمة الله رحمة الله على روح بعد ذلك السيد السيستاني والحمد لله الشيخ اوسل خفاجي ذكر حادثة مقتل المرجعين البروجردي والغروي وقال انهم احد او يقال ان المنفذين هم اصحاب احد الافكار المنحرفة الذين اعتقدوا بمهدوية السيد الشهيد الثاني رحمة الله على روحه هم الذين كانوا سببا هو هم المنفذين لمقتل المرجعين الغروي بروجرد يعني الشيخ اوس كان من ضمن المكتب حسب علمي يعني من ضمن مكتب السيد الشهيد هو الطلب الباقين اليوم المعروفين بعض القيادات وبعض الرجال الدين المعروفين احنا ما كنا لهذا القرب احنا ما كنا بهذا القرب من المكتب أنا شخصيا ما كنت بهذا القرب لأنه أكون مثلا أحد الطلب الذي يحضرون لا لا أنا أحضر نعم أكون بالصفوف لكن أن نكون بهذا القرب يعني العمل بالمكتب أو الأخذ الدرس ما كنا بمستوى أخذ الدرس عند سيدنا ترك أثر بكم السيد الشهدي الثاني؟ طبعا أثر كبير اليوم السيد رحمة الله عليه يعني أنا أشبه مرات بنوع من أنواع الصعقة الكهربائية للشارع العراقي اللي هو تذري مثلا الإنسان أكو دين وأكو شريعة بس ما ينتبه وكأنه هو اليوم صعق الشارع لكي ينتبه إلى دينه ينتبه إلى وهذا يعني يحسب له حقيقة ظلم؟ ولفت النظر نعم أكيد ظلم يعني من كثير من الناس وربما بعض الظلامات تأتي حتى ممن كان يريد أن يخدمه يعني ظلم مثلا بنعكاسات تصرفاته وحساباته عليه نعم السيد الشهيد اليوم يأتي واحد يقول لك يا بالتيار الصدري يملأ العراق مثلا نعم نعم بس السيد مظلوم السيد مظلوم لأنه يفترض بالعلماء لا يطعن بهم بأي جانب أو لا يطعن بهم بسبب أتباع أو نعم سيد كان مخلصا حقيقة وكان إنسان جيد خلينا وصل إلى 2003 شو تذكر من 9-3-2003 همشان لك تصوروا أنه يجي يوم يروح النظام؟ يعني أنا استشرافا للأخبار اللي كانت تدار أنا كان عندي يقين أن صدام راحل وكنت أستشرف فعلا أنه احترقت ورقته؟ يعني تدري هاي الحكومات الزول بعقود يقولون هاي الفترة اللي تزول بها ثقافة هي أربعين سنة نعم 35-40 سنة وهو أكمل سنواته حسب المقرر الزمني للتاريخ إنه هاي الحقبة يكون الزول حس يجي واحد يقول أنت تتوقع على هذا يقول هاي لحد الآن حقبة ما بدأت لأنها كلها لحد الآن متشابكة ما صف الجو لأحد حتى نقول هذا ممكن أن يزول حد الآن ماكو ما كورا عن تجادب و2003 إحنا بالإيجار عدنا بيوت اثنين بعناهن بسبب النظام أفنا جامع ببيت أيضا كبير وصلنا إلى مكاننا نحن مؤجرين فاللي أتذكر أنه الطائرات تقصف وتدري المشكلة اللي صارت أنه البعثيين وعندنا منظمة حزبية بسبع البور قام يضربون الهوانات الهوانات الطيح علينا على بيوت 57 هذا البيت اللي يمنى بسبع أشخاص يعني اللي ورانا كلش بحيث احنا كنا أكو منور بالبيت كنا نوقف بيه باعتباره قوي الهوانات توقع وكتلت قتلت البيت اللي ورانا قتلت بسبعة أشخاص أنا رحت وقفت عليهم الصبح يعني وقعت الهوانات كتلتهم هذا كل كان همي أنا شخصيا أنا شنت أشتغل وشنا معجرين أتذكر بأربعين ألف شنت أخذ 25 ألف بالسبوع أعزل منها 10 ألاف لليجار و15 نصرفهم كل همي شور رح ندفع إيجار 2003 يجوز العالم كله يفكر بقضية أنا شخصيا وبيتنا الحرب وقعت احنا شور رح ندفع إيجار شغل ماكو المكان اللي انت تعمل به سدو مين جيب فلوس سدو وراحه وسافره وخارج العراق تذكر الحواسم اللي صارت فتحوا الأمريكان المخازن الحواسم يعني أنا أحمد الله سبحانه وتعالى أنه احنا كنا في مكان أولا بعيد عن قلب بغداد أطراف سبع البور وبنفس الوقت الفرهود اللي صار عدنا كوسة ريلا مال مال دهن تنكات دهن فهاي اللي تفرهدت فالناس كلها راعة تركضوا احنا واكفين نتفرج باعتبار الوالد كان موجود فتجي تستفتن ناس خطية تباري شيخ وكذا شنو قالهم هذا غير جاعز حرام حرام هذا تعتبر نقطة سوداء بتاريخنا نعم 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 من أكثر النقاط التي أثرت على حياتنا ونسيجنا المهنة اللي يشتغلوها الأطفال لا شغلتك المهنة اللي تعلمتها المهنة اللي تعلمتها المعجنات أنا اشتغلت في أفران باب المراد اللي هي بشارع باب المراد اللي بالكاظمية وجه لهم تحية لأبو علي السلامة وأولاده اللي اشتغلت عدهم من التسعين إلى لبست عسكري بالألفين وواحد إلى أن خلصت أيضا رجعت أشتغل منهم فكنت يعني أنا بعمر أولاد أبو الفرن وكانت حياتنا لطيفة يعني جدا بحيث أنا تدري بالتسعينات إحنا عندنا قضية ذاتري تطلع كون تطلب قميص أو كون تطلب بانطرون أنت ما عندك تشتري بانطرون ما عندك تشتري أوه ما تقدر أوه لا تقدر تشتري جل الله سامح حذاء شنا نطلب فكانوا يساعدونني الله يحفظهم يساعدونني بهذا الموضوع جيد يعني يشترون قميص جديد أنا ألبسه مثلا قبلهم جميل يش كانوا مع العلم هم عائلة من العوائل الكاظمية العريقة ولكن أبدا ما كان يعاملونني بأي تحياتنا حياتنا لهم لحد الآن طبعا الفرن موجود فرنبا بالمراد ظليت يعني بالأفران أنا متواصل يعني اتواصل معهم مرات ويا الأولاد يعني علاقة الحمد لله طيبة جدا يعني شغلتك معجنات إلى مرحلة الإتقان يعني هم يسموه خلفه لمرحلة أنه أنا أنا أدير العمل تشتغل هسا بالبيت تساعد أم زهراء أم زهراء أم زهراء والله يعني يجوز الظروف هسا ما أساعدني أن أتواجد بالبيت لكنه أنت رجولي بما أنه تدافع على قانون الأحوال الشخصية لا بالعكس لا والله يعني أنت رجل متسلط بالبيت وما تساعدهم لا لا بالعكس أنا في البيت يعني عنده طقوسي الخاصة لأنه الرواية تقول إذا كان عندك صبي فتصاب وإذا دخلت إلى البيت فكنت تنزع هذا الرداء الخارجي في البيت شخص ثاني تماما جميل تماما يعني أسا ما أدر اللي يفهمها شلون شخص ثاني وقضية المعجنات للأسف ما كان بها عندي توفيق يعني أنا تعلمتها حد الإتقان يعني ما فتحت فرعا حاولت حاولت بس تدري بالتسعينات مثلا تدري عندنا قضية اقتصادية وملاحقات حد الأموذي الشكار ومدره شنو يعني تعرف تسوي كيكة لا لا يعني معجنات هاي البرازق والبرازيلي لا يعني إذا اليوم لا مو الكيك الكيك واحد معجنات إذا اليوم رجعت به تطلبه من عندك تسوي لهم تسوي لهم درجة أولى آها المقادير لحد تحياتنا العالي الكريم اليوم طلبه من شيخ نور إنه يسوي لكم معجنات المقادير كان أستاذنا و أستاتنا أستاذ سلام أبو بهاء الله يطيل في عمره إن شاء الله ويوفقه هو اللي علمنا الصنعة آآ يشتغل درجة أولى جميل يعني يسموهما قرار القرار كما هو يعني شكر سبع كيلوات أو ثمان كيلوات الدهن تسع كيلوات يجي يخلي الفانيلا مثلا ميتين غرام جميل يخلي المي على الملن يعني القرار الدرجة أولى فكان حقيقة هو من حسنات الدهر أنه تلمرنا على عيد أسطى يشتغل أزوجت بالتسعينات أزوجت بالألفين أهم ساعدية أحنا أمهم بنتعم بتعمك أنا أم أكرم يعني شان اختيارك لو اختيار الوالد اختياري اختيارك الشون تنصح الشاء أو شون النصيح تقدمها اليوم لابنك إذا راد ما مزوج طبعا ابنك علي لك علي لك بعد ما مزوج شو تنصح إذا راد يختار زوجه يعني باعتبار هسه هو شاب وتجاوز العشرينات دائما ما ما أحسسه ولو للحظة أنه أنا ممكن أن أختار له جيد هذا مستحيل جيد ما لأنا أختار لك إمرأة تعيش معك حياتك هذا مو شغلي مو صحيح بس أنا أساعدك ببعض الملاحظات مثل شون مثلا بعض العشائر تتميز بصفات إذا كانت هذه طبعا مو صفات سيئة لا 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 وإنما هي أكو تقاليد ما تتلاءم مع تقاليد عشيرة أخرى يعني مثلا بعض العشائر بيناتهم تقبيل بين أولاد العام بعض العشائر عدهم الدخول مثلا بين العوائل متاح مثلا ما عدهم مشكلة مع أولاد العام بعض العشائر بيها وجود للنهوة مثلا بعض العشائر عدهم الشقة ما بي مشكلة حتى وإن كان بي نوع من هذا موجود هذا ذي كعشار عشار λέو عوائل لا لا كعوائل مثلا ناهم في أساح نقول شون نطلع نشوف عائلة من عشيرة معينة مثلا هذا ممكن أن أساعد ابني بأنه يا ابا هذا هناه يتملاحظه هذا يشكذا مثلا أما أن أكون أنا سبب اختياره لا مو شغلي شنو شنو تقوله أو النصيحة اللي يختار على أساسها النصيحة اللي أنا جربتها في حياتي إنه الشكل الخارجي مو عنوان للأخلاق وربما امرأة تكون هي سبب وسر نجاح مثل ما هي أم علي هي اليوم الزوجة المؤمنة اللي إحنا في لحظة من اللحظات اللي متحملة شيخنا اللي متحملة اليوم وهجوم مثلا وكذا اللي أنا خليتها في لحظة من اللحظات تقص لبن إحنا عشنا ببيت طين فهذا بيت الطين كنا بنيه فإحنا نسوي خمرة مع طين ونجيبنا فاش ونحطها بيها وأنه بجيبنا قالب نسوي لبن وننتظر أسبوع ينشف نجي نبني حايط هذا اللي هي جي تشارك مثلا حياة الزوج ممكن حتى تعرف أن تسوي تنور طين تنور وتخبزك تنور الطين وامرأة مثقفة يعني أنا خب ما أريد أن أسويها مثلا كلش يعني من الذين لا يخطئون لكن لا إحنا عشنا عشنا حياة حلوة نعم مشتركة جميل زين شنو المقاومات اللي إذا جاءك خاطب لابنتك من جاءكم ترضونه دين ترضون دينه وخلقة يشهد الله هذا المعيار الدين والأخلاق من جاءكم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقة فزوجه فزوجه أما الباقي يعني ما راح تطلب مهر عالي أو يعني أبدا أنا أتمنى أنه الأيام تثبت ذلك لأنه الأبوال عذرا أنا من جاي أريد أن أرى شوف شنو المعيار اللي يشوفه شيخ نور المفروض الآباء يزوجون باعتهم نحن اليوم نتحدث ضد المهور العالية ونتحدث ضد الطلبات المرحقة يفترض أنه إحنا وأنا جرّوت وشفت المهور عمرها ما كانت سبب نجاح الزواجات صح صح شيخ نور ما بعد 2003 اليوم المجتمع حتى هذه السنوات القريبة اليوم المجتمع كثرت مشاكله بعد 2003 أو قبل 2003 كان أكو ربما نظام البعث الانغلاق اللي جننا نعيشه البساطة اللي كانت موجودة ودخلوا التكنولوجيا بعد 2003 دخلتنا بشكل مفاجئ سوت هالحالة الإرباك الغير معهودة على عاداتنا وتقاليدنا وعلى مجتمعنا فشلون تقيم الحالة العامة بالمجتمع وشون اللي يحتاج المجتمع اليوم صراحة حتى نواجه هذا الانحلال الأخلاقي نواجه التفكك الأسري ارتفاع حالات الطلاق إلى آخر ارتفاع حالات الجريمة انتشار المخدرات بين صفوف المراهقين قبل البالغين هذه كلها مؤشرات شلون نعالشها؟ يعني مشكلتنا نحن نقول حاليا بتشخيص المشكلة لكن الحلول أعتقد تاهت علينا الحلول أنتم اليوم أحد الجهات المسؤولة الرجال الدين والحوزة العلمية المسؤولية الكبرى ربما تقع على عاتقها تاهت الحلول لماذا؟ لأنه لم يعد هناك ضابط في حصر الصدوك يعني أنت اليوم مثلا من تريد تعالج الانحراف توجه الآباء توجه المدارس دخول السوشال ميديا خلى فتحة نافذة ما يمكن السيطرة عليه يعني أنت اليوم ممكن طفل يناقشك طفل يناقشك بقضايا ما ممكن أنه كان يطلع على هذه المسائل لو لا وجود السوشال ميديا أسأل تقول لي يا أبا أمو هاي فائدة نعم لكن فائدة فوضوية يعني نافذة فوضوية يعني غير مسيطرة عليها أنت اليوم تقول يا أبا أنتم تردون تقوقعون الناس على أفكاركم وتقول لي لا وإنما هو صار أنبوب تمر فيه المياه الآسنة ويمر فيه الماء العذب مو مو مكان تقدر السيطرة عليه أن تسقي من خلال المعلومات الصحيحة فقط فممكن أن ترى تعلم أو أمور غير مسيطرة عليه طيب هذا فشخيص المشكلة شن العلاج العلاج أنه نبدأ من يعني مبكرا مع أولادنا كون نبدأ مبكرا يعني المشكلة شيخنا السلاح الساند للأولاد كون يبدأ مبكرا هناك أرقام مخيفة وخطيرة من المراكز الحكومية خصوصا بانتشار أمراض التوحد وانتشار أمراض الحول وقصر النظر بسبب الموبايل اليوم الأم تتعاجز أنه تتعامل مع ابنها أو ابتها أفضل حل إلا أنه تطيل الموبايل وهو من عمر سنة أو أشهر قليلة وذل يتعود على الموبايل بالتالي يصير عندها توحد ويصير عندها مشكلة بالنظر ربما هذه والأم مدرسة إذا عددتها شعبا طيبا لأعراقي نحن نشوف هي الأم مثلا بهذا الموضوع هي هم أتها تراكمات ومشاكل يعني اليوم هي مثلا مو متفرغة تماما للطفل فقط جزعتها غيرة زوجها راح يجي أتها مثلا أمور كونت حضرها وربما هي هم ملتهية بالموبايل هي هم أيضا كونت تخصص باعتبار هذا حالة عامة هم كونت تخصص لها وقت فهذا التزاحم كله سبب أمر واقع يعني اليوم فرض أمر واقع وصلت بين المرحلة اليوم زوج وزوجة يفتحون بث مباشر على تيك توك وعلى مواقع التواصل حتى يجيبون أكثر عدد المشاهدات يعني خب هذا التسافل يعني للأسف الشديد ما أدري يعني وين وين نخلي بيا خانة هذا وين هذا يعني وين نخلي مثلا بالنحطاط أجلكم الله بالتسافل بعدم الغيرة لكن بنفس الوقت أنا شفت مثلا جندي عسكري زوجته تفتح لكاميرا حتى يشوف أطفاله عيشون سوية لحظات قاعد تعشون هو منها يتعشي زوجة يعني ليش دامن السلبي طاغي أكثر عن الإيجابة؟ إيه لأنه إحنا للأسف الشديد المجتمع يحب السلبيات؟ أما بعد هو هذا طبيعة الإنسان للأسف الشديد إنه السنة ذا فيديو تكتب يعني تلقى جواه كلمة فضيحة قبل تنزل على المشاهدات تلقاها يعني شيء بينما حكمة يعني يجوز التعاطف فيها ما عندك مشكلة إذا قاعدت مع سافره؟ يعني أنا بهذا الموضوع عندي فكرة وهي؟ إنه أنا والأولا مأمور بغض البصر ومأمور بالنصيحة للمقابل إنه يرتدي حجابه لكن من حيث طرح فكرة في مضيف إنسان أنا مجبور بس بغض النظر ما مجبور بأمره لأن هذا يفترض أنه هو تكليف الشرعي نحن عندنا جلوس وما أريد أنسيء للمرأة اللي ما ترتدي الحجاب الجلوس مع المرأة التي لا ترتدي الحجاب هذا يعتبر جلوس مع المرأة المبتذلة أسه شنو مرأة مبتذلة مو مبتذلة يعني مذبوبة لا وإنما هي بذلت هذه الأمور للنظر بذل الأمور للنظر أنا يجعلني في موقع في مواجهة جمهور وفي قبال هذا الحكم الشرعي أنا تكليفي أن أغض البصر يعني أن لا أنظر ما تتحمل أي تبعات إذا كان بدون يعني هذا اللي يثير الريبة طبعا هذه التبعات لأننا عدنا الفتوى لكن بسيصير حوار وسجال بينك وبينها ربما يرتفع الصوت وأصلا السجال يعني يثبت عدم وجود الأمور الأخرى اللي هي تثير الحرم اللي هو طبعا الفتوى تقول مع خوف الوقوع في الحرام وذا أنت طاب لك بعركة ما كان معهود قبل رجل الدين معمم يقعد ويا أمر أسافرة نعم هذا يفترض الأساس ولهذا أنا التقيت مع وحدة من المذيعات قدمي الهتحية مذيع معروفة جدا ومنكملت قالت أنا مو محجبة لعت شن اللي صار لأن هي كانت لابسة حجاب شن اللي صار قالت كرامة احتراما لشبتك واحتراما اليوم أنت رجل الدين أنا كنت أتمنى أن هذا اللي يصير مو أن أقعد في يعني مكان المرأة تلبس لأنه نور الساعد قاعد ووراها لا لا يفترض أن الله موجود مو نور أوه لا جميعا جميعا اللهم والله سبحانه وتعالى اللي أمر بالحجاب أنه يلبس لأجلي هذا أنا ما أريد مو صحيح على مودي أنا من عندك صفحة على تيك توك على كل متابع أو دائما تتابع البثوث المباشرة أي نعم نعم أنا أنا أحب دائما أن أكون على الطلاع على التفاصيل الدقيقة لما يجري إن أنا اليوم مطالب بس أنت أستاذ رضا سألتني شنو اللي نسوي أنا مطالب بأن أعطي إجابات إذا ما عندي معلومة يعني تسعد بث مباشر بث حتى بث مباشر ممكن إذا سمح الوقت نعم حتى بث بس ما تقول لهم كبسوا لي أنا قبل قبل فترة قبل فترة شاهدت شيخ رجل دين معمم قاعد وقال كبسوا 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 لا أنا في اليوم لم وأنا مثلا تدر الناس اليوم قلت لك يحب الحسين خلي كبس لي يحب الزهرة خلي كبس لي يعني مثلا هاي يا خانة أخلي والله ما أعدري يعني لأن أنا اليوم مثلا من أفتح البيث يا أما أنا غايتي أن هذا يصير إلى جمهور حتى يطني فلوس وإذا غايتي إلى فلوس خب هذا واضح أنت ليش لابس عمامتك وتحكي بال خب يعني مو صحيح مو سليم الموضوع تجايكب سولي لأن حاط عمامتك ما احترامنا طبعا وإجلالنا أنا حتى ما أدري آآ يوصل لكلام ويسيلة آسف أنه أنا ما أرد أسيلة أقول هذا مو شغلنا أنا مو إحنا مو شغلنا مو 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 ما يلوغ لكم إيه وله هذا مو صحيح أنه أنا أذهب إلى مثلا إلى أماكن أخرى أنه آآ هاي المصطلحات اللي يردوها يصعدون البثوث أنا دائما أنا منهجي مثلا أنا شخصيا بالبث أي قضية في النقاش الداخلي بين المسلمين مو وظيفتي مو معناه هي مو مهمة بس مو وظيفتي تركتها الغير يا كوناس اليوم موجودين اللي يناقشون الأدلة ما بين السنة والشيعة أبدا أنا مناقش هذا الموضوع مو لأنه ما أعرف بي أو مو لأنه أنا ما أقدر أدخل له لا وإنما دخلنا في أشياء أنا أعتقد أنه حاليا الأولوية لنقاش الخارج اللي نحن اليوم عالميا تم تقنين الشذوذ وتم تقنين الزواج مع الحيوانات أجلكم الله وتم حساب أمور عالميا يفترض أننا اليوم نصدى للإلحاد نصدى للشذوذ مجتمع العراق اليوم عند الإمكانية تصدى لكل هذه الأمور التي ذكرتها لا يسأل الإنسان إلا ما سعى اليوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وآله الله يقل لذكر إنما أنت مذكر سبحانه وتعالى نستعليهم بروسيطة أنت اليوم رجل دين وخطيب تصعد المنبر شنو وظيفة الخطيب باختصاري نحن ما بوقع نوك وظيفة الخطيب وظيفة اليوم بس ينعوا ويقرأ المقتل للإمام الخطيب يكون مفاهيم في الدين وظيفة تعميق المفاهيم وعرضها بس ليس معناه أنه ينسى المتطلبات العصر يعني اليوم الأمثلة اللي يضربها آرستو بالمنطق قبل 3000 سنة نحن نضرب أمثلة جديدة حاليا يعني نجيبها ننزج الشريعة ونقدمها بأمثلة جديدة هاي وظيفة الخطيب من الخطيب اللي تستمتع على طلحها الذي لا أمله منه الدكتور الوالي غير الدكتور الوالي يعني أنا ما أقدر أذكر واحد حي أو إنسان من الموجودين حتى لا أبخس الباقيين لأن أنا أتلذى بالخطرة الأخيرة الشيخ الوالي ينسب من بعض الجماعات طبعا أنا الله سبحانه وتعالى يسب يعني أمير المؤمنين يسب يعني هي مو قضية مو معيار لا لا أبدا يعني الأمير المؤمنين من استشهد يقولون استشهد بالمحراب أول كان علي يصلي يعني مو جريمة بحق التاريخ البشري كله أمير المؤمنين أنت قال هذه الكلمة جريمة بحق التاريخ البشري كله لكن قيلت من قبل الناس فإحنا لا نستغرب مثلا اليوم أن يقال عن الدكتور الوالي الشيخ الوالي رحمة الله علي أو من المعاصرين أكو برصانة بحث السيد العميد أو المنبر العميد نعم موجودين عندنا نعم من هم عندنا يعني أتحفظ على لأنه أنا أتدري يعني بموقف ممكن تذكر الناس إذا أذكر يعني الأسماء لكن موجود وأستمع له نعم وأتابعه جيد لكن الدكتور الوالي يوم كما يدرسي أنا أشوف مرات أشوف تصرفاته في ماءاته ومن الناعي اللي يريح قلب شيخ نور الساعدة من تسمع صوته يعني أنا أتابع كثير من الأخوة وربما بعضهم المعاصرين يجوز هواي يعني هواي يحركون مشاعري لكنه الناعي اللي كنت أسمعه بصوت والدي ليلة نهار نص صبح نحن قاعد نتريق أسمعه وعمري سنوات عبد الزهرة الكعبي يعني كان الوالد ممن يحفظ المقتل على طور عبد الزهرة وعلى طور عبد الزهرة ويكاد يكون هو يكاد أن يكون عبد الزهرة على شنو القصة اللي يتأثر بك بكربلاء الأكثر تأثير في خضية كربلاء يعني أنا أكثر شيء أثر بيه في كربلاء لحظات النحر للحسين ثم جلس على صدر الحسين يعني هذا ما حتى ما أصلي حتى أبياتها ما أحفظها وما أتمالك نفسي أبدا أبدا ما أحفظها يا أبيات النعي اللي تخص هذا هالموضوع ما أقدر أنت ما أقدر أديه جوزة أدي كل المكانات الأخرى بس هذا نقدر نسمع قطعة من عندك شيخ نور أنا ما سامعك تنع أبد يعني أنا مثلا أقول مثلا عندما أصعدوا بالسبايا على أكتاب الإبل أمر عمر بن سعد أن يمر بهن أن يمر بهن علاقة لهن وعندما خرجنا من كربلاء ألتفتت مولاتنا زينب صحت يا وادي كربلاء عنك مشينا إبلاغس الوجفان خلينا ولينا غصبا علي سافريت يا مهجة حشايا يا واي يا حسين يا الماضقيت من قبل الذبح ما يا واي أسهل الله أنه نحن نجمع في أجوال تقديم القوريز بالمنبر يختلف عن هذه الاختصار موفق إن شاء الله حركت بينا وصار هذه القشارة هناك على هذا الإحساس سماحت الشيخ ما أبقى لي قليل جدا أريد منك رسالة توجهها لمن وشو تحب تقولها أنا يعني قعدت في يوم من اليوم قرب مرجع من المراجع جواحد قال له انصحني قال له أنا بحاجة لنصيحة هو آية الله العظمى فأنا أقول مرات إحنا نتناصح خلي شوين نأجل هذا الاتهام السريع خلا نستعجل بالحكم على الناس شوين القضية من تجينا خلنا نتأملها يعني مو بنفس اللحظة اللي نقرأ بها الرد أو قبل يعني خلي شوين نتأمل بعض الأشياء نترك مساحة على النفس هذا أوصي بي نفسي لأن الكلمة إذا خرجت بعد أصبحت حبيثة غيرك جميل شن الأثر اللي تركته لحد الآن ما تركت أي أثر حد الآن لازلت هاويا ولازلت في بداية الطريق ولطأ لما أرقني هذا إنه أنا إلى الآن لا أشعر أنني بدأت أصلا هل أنت نادم؟ نادم إنه يعني ما بدأت أبكر بعد أفروض بعد أبكر يعني العمر ما يكفي أصلا بس ضيعوه البعثيون ضيعوه البعثيون هم شفت في اليوم البعثي بعد الألفين وثلاثة؟ شفته ومنصب مكانه وبنجماته إيه وهو اللي كان سببه تنقهر؟ والله أشتعله وأنطفي يعني دمي أتصوره يغلي بس ما عندنا طريقة أنه إذن ناس إلا بطريقة السليمة وبالطريقة السليمة مرجعين الضابط ومرجعين آمر ومرفعينه من اليوم البعثية موجودين بالدولة؟ نعم دولة الشيائية؟ نعم نعم ممن أعدموا وممن قتلوا وممن تسببوا بترمل كثير من النساء وموجود للأسف المن تقول شكرا؟ شكرا أولا لله سبحانه وتعالى ولا شيء غير الله شكرا لله الذي جعلنا من أتباع أهل البيت وشكرا للوالد شكرا لهذا الرجل العظيم شكرا للوالدة شكرا للوالدة هؤلاء يستحقون شكرا لا عظب الله قلب أمي أنها كانت تغذينها دائما ترددها؟ دائما أصلا أعتبر هذا نشيد من الأناشيد الذي يفترض أن نحفظها لا عظب الله أمي أنها شربت حب الوصي وغذتنيه في اللبن وقد كان لي والد أهوى أبا حسن فصرت مندي وذاء أهوى أبا حسن هم عندك مخاوف بداخلك؟ يعني أنا أخاف جدا من قضية العاقبة يعني النهاية لأن الأعمال بخواتيمها لا تحكي لي على السولف لي بالنهاية وين؟ تنام على الوسادة وأنت مرتاح البال؟ للأسف لا دائما عندك هاي الضجج ضجيج لعله يطرد النوم في أحيان كثيرة أنت متحمل مسؤولية غيرك؟ يعني أتمنى أتمنى أن يكون قد تحملت مسؤولية غيري بما يلهيق لأنه تدري اليوم العائلة جوز مسلمة سفينتها وعبالهم أنت خوز سائق ما يدرون أنت حاير بزمانك وما أتدري وين الشط اللي تجد تليوم متمكن ما الدين ومعيش أولادك أحسن عيشها؟ يعني هذا الحمد لله نحمد الله إن كانت جيب فارغا أو كان مليئا وهذا شيء نحمد الله عليه أبدا ما ممكن أنه نحكي أبدا المال سر السعادة؟ أعتقد بنسبة كبيرة جدا نعم جزء من أجزاء السعادة نعم شنو اللي كان سر سعادة شيخ نور غير المال؟ يعني أنا دخلت على الوالد فاديوم رقيتها فرحان كلش قلت له شنو قال أنا كنت أسمع أين الملوك من هذه اللذبة وكان يعني يكتب واحد من كتاب اسمه العقل الكوني عندك كتاب اسمه العقل الكوني فيكتب وقال هنا صار عدة شيء ما أدري وين الملوك أتمنى وصل الهاية أتمنى في يوم من الأيام بعمري اللي شارف على الخمسين أن أوصل الهاية اللحظة اللي هو استشعر بها هايل ماكوها يقول وين الملوك خليجون يشوفون هاية أتمنى أوصله أنا أشكرك شكرا جزيلا وأسفين إذا قلبنا المواجع ونزلنا دمعتك فإن شاء الله مسجلة للحسين هالي رحم الله الوالد رحم الله الوالد يعني أقول للوالد في أمانتك وجارك وكل مواتنا أتمنى أنه أليق بي أتمنى لكم من يليق أن يحمل اسمها الله يحفظكم الله يحفظكم شيخ نور أبو علي أنتم اليوم علم من أعلام العراق وشهادة الجميع صراحة هذا متملق ولا مدحنما هذه الحقيقة أنت رجل طيب القلب ومن الناس المؤثرين بالمجتمع العراقي ولهم بصمة ونسأل الله أن تكون هذا أثر أيضا يحسب لك شكرا جزيلا جناب الشيخ كذلك تقبل تحياتي سادتي المشاهدين أنا رضي العبادي ألقاكم في حلقة أخرى وأثر آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته